طيب عرفنا في الفيديو اللي فاتت ازاي بعمل ديناميك مورا اللوكيشن لمساحة خزينية واحدة او لفاريابول صح طيب وقلنا بنعمل الكلام ده ازاي باستخدام نيو وبصح بنقول نيو انتجار او نيو دابل نيو فلوت نيو اي مساحة خزينية جست وان فاريابول اللي هو مخزن واحد بس فبقول كلمة نيو واسم الديس طيب بتاعي وبعد كده ياما بفتح اكواس وحط القيمة الانشيال ياما ما فتحش اكواس وبقلق ايه بعمل سيمي كولون مباشرة طيب فكل عرفت ازاي بعمل مساحة خزينية او بعمل ديناميك مورا لمخزن واحدة او لقيمة واحدة طيب ولكن انا دلوقتي انا عايز اعمل ايه انا عايز اعمل مرور يقز او ايه يعني اعني زي ا rehz.ل عبارة عن مجموعة مخازن جنب بعض صح يا عبارة عن مجموة مخازن مترصة الجنب بعض بالشكل ده 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 الري ولكن انا نريد ع hagمليه وقاس دايناميك فاحنا خلاص فاهمنا الفكرة فاهمنا الفكرة المرة اللي فاتت ازاي بنعمل dynamic memory allocation صح سواء كان dynamic memory allocation one variable او dynamic memory allocation لري اللي هي مجموعة مخزن جنب بعض فهي نفس القصة بالضبط فانا هنا عملت ايه انا هنا بوساطة قلتوني نيو فعرفنا بنعمل ايه نيو بيروح على الهيب في على الهيب وبحجز مساحة تخزنية اللي هي بقى لكم مخزن اه لانتجر اوف انتجر اوف طبعا انتجر اوف خمسمية فهو راح على الهيب حجز مساحة تخزنية عبارة عن خمسمية مخزن جنب بعد خلاص عبارة عن خمسمية مخزن جنب بعض طيب الجادة اللي متخزنة جوا الري عبارة عن ايه عبارة عن انتجر صحظ خلاص راحة اللي هيب حجز خمسمية مخزن جنب بعض وليخوا مسلا بداية京 تعبرا غير using adrecção او بداية الحجز بتاعته كان عند القطع الادرس رقم 500 وليخوا خلاص طيب فالمفترض تاني عنصر تاني عنصر الادرس بتاعه كم تمام كده زي مقولنا قبل كده تاني عنصر خمسمية واربعة خلاص لانه مخزن حاجة من نوع انتجر والانتجر بشيلها ربعة بايت خلاص فتاني ادرس عند الخمسمية واربعة تعلم كده فهو ايو راحت على الرام حجزة مساحة تخزين هيا للاري بتاعتي فالمفترض بتعمل ايه بترجع الادرس هترجع للادرس اللي الاري بدأ من عنده اللي الاري بدأ من عنده هو بدأ من عند فين وبدأ من عند الادرس رقم 500 تمام كده اللي هو يعتبر الادرس بتاع اول عنصر في الاري تمام طيب فمو افترض بعد كده اننا محتاجة استعمل الادرس فين في بوينتر فاني هنا عرفت البيونتر بتاع اسمه ديناميك اري وان بوينتر بيرفير على حاجة من نوع ايه بيرفير على حاجة من نوع انتجر تمام كده طيب فده كده ازاي بعمل ديكلير لديناميك اري بس هنا طبعا محطتش قيم انشيال انشيلايز ديناميك اري طيب طيب فلو قلت والله ان انا محتاج اطبع نستريكز معا كده فى قلت لان ام محتاج اطبع العنص الرقم 10 العنص الرقم 10 في الديناميك ارى فبول وانا ميك اري افل عشرة تمام عادي بقول طيب الديناميك اري اوفل عشرة الانديكس بتاعي طيب طيب وانا بقول ديناميك كامن الاشرة ده يطبع كم ها ده المفترض انت كده معرف الاري بتاعتك انانشلايز ديناميك اريه تمام فلو قطوله اطبع لي القيمة او الايتم رقم عشرة اللي هو عند الاندكس رقم عشرة في الديناميك هيطبع كام. هيطبع قيمة عشوائية تمام. يطبع لو قيمة عشوائية. ولكن هنا في السطر ده في السطر ده عملت ايه? السطر ده هو هو نفس السطر اللي فوق بالزبط. ولكن اه التغيير التغيير اللي هجت في النهاية عملت فتحت اكواس وقفلتها. فده كده بعمل حاجة اسمها انشيلايز ديناميك اريي. تمام? هنا لما اجي اقول له اطبع لي عند اندكس رقم عشرة. هيطبع لي زيرو. تمام? هيطبع لي كام? هيطبع لي زيرو. انك لما تكتب بالشكل اذا تفتح اكواسك فاضية. فانت كده بتقول له حط لي كل القيم الخمسمة قيمة للفرية الري بقيمة انشيال زيرو. تمام? طيب. فالفرية ملي اتنين. ده هيطبع لي كم عشوائية. ده هيطبع لي كام? هيطبع لي زيرو. خلاص? طيب. هنا بقول لي زي ميموري اللوكيتد فورزة الري. جوست ان انت عملت اللوكيشن للاري في الهيب. تمام? فانت محتاج بعد كده تعمل ريليز للمساحة دي. خلاص? فانت محتاج تعمل طبعا ريليز للمساحة دي زي ما قلنا المرة الفاتت. طب لو انت ما عملتش تريليز للمساحة دي اللي بيحصل بيحصل عندك المشكلة لنا عليها اللي اسمها ايه اسمها ميموري ليك. تمام? او جربيتش بروبلم. خلاص كده. طيب. اه خلينا بعد كده نبص على هنا نفس الفكرة نفس المسال برضو عندي. قلت نيو انتجر المساحة التخزينية او عدد العناصر. عدد العناصر عندي ان? تمام? فدلوقتي اهو دخلت متغير عندي. مش فكسد هو رقم متغير. ليه ينفع? ينفع لانه ببساطة انت عامل اللو كيشن في الراما فانهي منطقهيا في الراما. والله انا عامل في الراما. عند الايه ايه? الجه Kay u aproximadamente عند الاستخدام ال الى استخدام الفين سوف لاستخدم هنا البريبي. تمام كده? طيب. اه هنا بقول لي the address to start. برجع للادرس بتاع الفين زي ما قلنا من شوية. من شوية قلت اني انا برجع الادرس بتاع ايه? بتاع بتاع ايه? بتاعيه? بتاع الخمسمية ده. الخمسمية ده مين? الخمسمية ده الادرس بتاع اول عنصر او start يعني اول عنصر موجود عندي فين في الاريه تمام طيب بعدي كده هنا مثلا هنا مثلا في المثال ده نستركز معيه فالمثال ده عملت ايه عملته بانتر اسمه بي من نوع انتجر يعني بيشاور على حاجة من نوع انتجر تمام قولت البي اقوال ان يو انتجر السبعة تمام يعني عرفت عندي في الهيب مساحة خزانية حجمها سبعة في الاول كده تمام ورجعت الادرس الادرس بتاع الستارت خزنته فين خزنته في البي تمام طيب هنا قليل بي is assigned تمنتلاف واثنين تمام الادرس او الادرس تمنتلاف واثنين تمام طيب لو جيت قلت لك بي اوف الزيرو بي اوف الزيرو اقوى الكام؟ اترك بي تمام يعني الكلام ده مش احنا قلنا المرة اللي فاتت لو قلت لك اترك بي معناها ايه? اترك بي معناها ايه؟ اترك بي معناها الفاليو او القيمة اللي بي بيشور عليها. هو من البي البي بجيتر بشاورة société. المرة اللي فاتت الفيديو اللي فات كان بشاورة علي قيمة واحدة بس. يعني كان بشاورة على مخزن واحد فنس شكل ده صحيح? طيب معناها القيمة نفسها اللي متخزن هنا. ولكن انا المرة دي مش بشاورة علي مخزن واحد انا المرة دي بتشاورَ أنا في الشوارة علي ماجموعة مخازن جمع بعض. فالinating بها انتشاغ على مكتل النفذ م little but المخزن Democrat. تريد. هنا أول أقول له بي أو في الزيرو بي أو في الزيرو. يعني المكان ده فالفاليو دي. تمام. ينفع عبر عن بين أي بحاجة تانية ينفع عبر أقول له هنا embrayb. يعني المتخزنا عندي هنا في المكان ده في الترتيم هذا. طيب ينفع أقول كده برضه ينفع أقول. آس ت At 마down بعد. زي لطيف compared to by بعض. طيب لو انا محتاج اعبر عن المكان اللي بعده القيمة اللي بعدها في المكان ده مش القيمة دي اللي هو الاندكس اتنين الاندكس اتنين اللي هو هقول بي لو البيونتر بتاعي تمام اف ايه بي اف الون خلاص بي اف الون خلاص وينفع اقول كده ينفع اقول استرك بي مش ده البداية اقول له بلاس وين عشان يجيب ال لي بعده اللي هو الاندكس رقم اتنين يعني تعم كده طيب احنا قلنا اللي هو اف ال zero يبقى يزاد واحد زاد زيرو طيب اف واحد يبقى ازد رقم زاد واحد خلاص طيب لو عايز المساحة اللي بعدها دي المساحة اللي ما بعدها دي هاتا اندكس كام اندكس اتنين فاقول اف الاثنين او بقول ازد رقم ازد اتنين ازد رقم تمام طيب فهنا ببساطة هنا البي اول مسكن يعني هنا البي اول مسكن سكن عن تمن تلاف واتنين الادرس اللي بعده تمن تلاف وستة وعشرة واربعة عشر كل مرة بزود اربعة خلاص فهو حجز سبع مساح حجز كام حجز سبع مخازن في الهيب بالشكل ده تمام فاول مكان بيقفل زيرو بيقفل وان بيقفل كذا احد shaq اثنين واحد كذا ابنام كده كذا لابدى فالمرة دي لو استعمل reap بعد. المرة دي لو بصينا كده على الشكل دا. في الشكل ده بيقول ايه? بيقول لي طبعا البوينتر بتاعي بتخزن فين البوينتر بتاعي بتاعي بتخزن في الأس Scottish زي ما قلنا. بس حاليا البوينتر بيشاور عchlussة بشاور علي مخزن واحد. لا دا بيشاور على سري. أكثر من مخزن جنبا في الشكل ده. ترام كده؟ интересно. اه هنا يقول انت محتاج تعمل ايه? ما قلنا قبل كده. محتاج تعمل فري للرام. يعني المساحة اللي انت طلبتها باستخدام اللي نيو لو انت مش محتاجها بعد كده في حاجة بتعمل لها ايه بتعمل لها بتعمل لها ريليز باستخدام ايه باستخدام الديليت كيوورد طيب القصة دي بنسميها ايه بنسميها هيئمة فريي يعني او ريليزنج او التلاتة نفس المسمى فهنا المرة اللي فاتت كنا قلنا كلمة كنا قلنا delete والاسم الـ pointer صح؟ بس عشان ده كان مخزن واحد delete واسم الـ pointer لكن المرة ده انت عندك مجموعة مخازن جنب بعض فانت بتكتب delete وبتعبر عن الـ array وتكتب اسم الـ pointer بقول delete واسم الـ pointer ولكن احمق بالك يشتغل على مساحة واحدة ويشتغل على اكتر بالمساحة بشتغل علي الر فبعمل الـ array هذا؟ طيب هل نتكلم على مساحة تخزنية واحدة فهنجد بالشكل بعمل الـ pointer كان يشتغل على مساحة تخزنية واحدة ولكن بعد انت بـ delete باسم الـ pointer واسم الـ pointer الـ pointer يعني يمسح للمساحة تخزنية التي تشتغل عليها تمام فيروح يمسح لايه يمسح المساحة التخزينية دي تمام كده لو بيتكلم على الشكل ده فانت البوينتر بتاعك بشاور على اري فلما قوله دليت بوينتر بس خد بلك انا حظت قبلك علامة الاري فروح يمسح للمساحة التخزينية بتاعت الايه بتاعت الاري تمام كده طيب في عندي مشكلة اسمها الدانجلينج بوينتر برو بلم يعني ايه المشكلة دي طيب استباقكم الكلام المكتوب دلوقتي ده كده خلاني نبص على هذا المثل ده طيب المثل ده بيقول لي ايه المثل ده بيقول لي والله مهنا عرفت عندي تو بوينتر بي بوينتر بي بوينتر بي هيشيل ايه قلت له نيو انتجار يعني روح على لهي باعجز مساحة الخزينية للمخزن واحد بس ورجع الادرس خزينه فين خزينه في البي تمام طيب بعد كده قلت له لو اقومال البي قلت له Q equals B يعني Bولi Inter Q هايشاور على اللي بتشاور على ال B. ً? ً. بعد ذلك قلت له With Delete B مساحة لل B. ١ خلاص. pi الناس معي؟ يعني كل ما حصل هو أعمال لي عمل لي هنا في الإيب. مع مساحة التخزينية اسمها إيه? من نوع إيه من نوع إنتجر. طائم? ً. ورجع ال emojis. comme soi? where het strongly in B. P دلوقتي في الشايere على المساحي التخزينيي دي قلت اقلت هو السطر المساحي التخزينيي دي خلاص طيب بعد كده قلت له في مشكلة طيب بعد كده اخد بالك لو انا YouTube قلت له يعني رائع المسح من اللي اللي بي يشاور proposed البي فايروح يمسح بصكدو اللي حصل تحت هيروح يلأ مذهب ايه؟ ايه؟ انا�roffenه مساحل اللي شاوره للبي فا prohibited مذا ت بقة المشكلةة طيب المشكلةNOетровات اللي حصله معي ان الكيو دل وقت بتشاور على مساة تخزينية مش موجودة اساسا يا الكيو حليم بتشاور لك على إيه بشاور رياشي لأدرس وبشاور على مساحة تخزينية المساحة التخزينية دي أصلا ما بدأت مستخدمة انت لسنا مساحة من شوية تعلم كده طيب فده بنسميه تمام ان البوينتر بتاع بشاور على مكان أصلا مش موجود أو مش مستخدم تمام اللي قوى بالشكل ده نانا عندي هنا في ده كده الستاك وده كده لهي صح الستاك ديوام خزين البوينتر مجموعة بوينتر تمام كان دى بشاور على مساحة كلها دي مساحة تخزينية دي ونفس البوينتر 非常的 بالشاور على نفس المساحة التخزينية دي bonnet Dr Di تنا رأى قولوا فوعملوا công Méli DREET هل يدليبقى partح بمساحة التخزينية دي دي اصبح البوينتر ده هو هو قتلك فيه مشكلة هنا تتتتت انت بتشاور على ماذا انت اس víctoriyan godي اصلا يسلل على حاجة من موجودة الدان Предقود القصة دي بسميها الدين النجل الانجل الغيمان انت نشغل puncher وكانت معك او أن تقع في النقطة ايضا بالمشكلة ما تقعش في السماع تنقر في هذا الوقت بساطئ باخل تاريخ ثم في أول فيديو خلص كنت اشرح المثال اشرح لت entwickel احسن مئين filming نحن نحوانا بالتي نستخدم سمعت نستخدم وهكذا ممكن نعمله بالشكل ده نيو انتجر احط المساحة بتاعتك اللي فوق دي اللي ما كانتش شغالة هنا حطها هنا انت فتحت مساحة براحتك خلاص طيب والكلام ده هترجعه تخزينه بوينتر بالشكل ده تمام طيب نفس الكلام لو انت عايز الوزر يدخل حاجة اسناء الرانطايم يدخل اللي هو عاوزه براحته خالص وبعد كده السايز ده هو هيبقى ايه هيبقى السايز بتاع الاري بتاعتي اللي هي الديناميك اري بتاعتي طيب هنا نفس القصة برضوا الوزر دخل العدد الثليند و بعد كده دخل العدد مرة الشكل ده طيب حسنا هناا ما نحن نح ل types plus y static mode وال dynamic mode إنتجر إيه وفي المتين هي فيكسد كوية ما سابتها من فاش تغير تمام طيب محدش يشوف كلمة يقول لي والله يا دكتور انت دردت انت بتتكلم في الديناميك لأ لا لا احنا قلنا الديناميك اول ما تشوف كلمة إيه ديناميك اول ما تشوف كلمة نيو خلاص البيانتر ده عادي تمام فهنا البيانتر ده بيشاور على طيب بالمناسبة اله هو من اله اله ده هو اسم الاري صح نستركز معي اله هو اسم الاري طيب قالك اسم الاري اللي واحده اعتبر بوينتر تمام اسم للغرية ده لما أكتب كلمة غرية ف accordingly ده هو ايه ان انا بقول والله الادرس lugar that لما اكتب كلمة غرية اسم الارة اكني بقول له رجعلي الادرس بتاع اول عنصر خلاص فwiek اقول هنا why here equal time يعني الادرس بتاع اول عنصر خلاص طيب ممكن اكتبها كده creates chi فهيرجع بردو الادرس بتاع اول وانصر طيب فهنا بقول لي المموري is returned automatically when object goes out scope يعني هي القصة دي يعني ببساطة والله المساحة التخزينية لو انت بتتكلم في الستاتيك يعني انت روح تخزين في حتة الاستاك انت ملكش دعو ان انت تعمل release تمام كده انت اساسا مش انت اللي عامل allocate اللي عامل allocate لبروتنج system او ان انت في الكمبيلر بتاعك او في compile time عمل allocate للمساحة التخزينية عنده في الستاتيك فانت مش مطالب ان انت تعمل delete للمساحة التخزينية دي هو automaticly هيعمل delete للمساحة التخزينية دي اول ما تخلص شغلك او اول ما لقيه انت خلاص بقت out of scope بقت out of scope ده اللي scope بتاعي خلاص يعني انت خلصت وطلعت بره اللي scope ده يعني ده كده الشغل ده خلص local variable D او local pointer D او local array دي انت خلاص مش محتاجها في حاجة خلصت لاي scope بتاعك هيحصل ايه هيحصل ان هو يعمل delete للمساحة التخزينية دي تمام طيب لو بنتكلم في dynamic array فاحنا فاكرين ان احنا عملنا ايه استخدمنا كلمة new عشان نعمل dynamic array برجحها في pointer وعشان نشيل المساحة التخزينية فانت لازم تشيلها بايديك عشان انت اللي معرفها بايديك فبتقول له delete pointer وتحط علامة الر قبلها تمام طيب وقلنا القصة دي من شوية باستخدم U عشان نعمل allocation وباستخدم delete علشان نعمل ايه عشان نعمل D allocation او عشان نعمل free او عشان نعمل release او عشان نعمل delete تمام طيب لما تشوف الشكل ده في الشكل ده معنى ايه ده pointer صح؟ ده pointer بس pointer ده بيرفير او بشعر على حاجة من نوع ايه من نوع generic او من نوع template من نوع template تمام كده فهنا عرفت ده مخزن واحد ده مخزن واحد اسمه var خلاص من نوع ايه من نوع t فالبوينتر ده بيشاور على المخزن ده عايز اقولك برضو ان نفس البوينتر ده ينفع يشاور على ايه؟ ينفع يشاور على اكتر من مخزن فهنا شاور على ري شاور على ري تي من نوع تي ري اسمها var عدد العناصر اللي بواها هو n تعمل كده؟ طيب فببساطة هنا بقول ايه بقول new t عشان نحجز المساحة التخزينية دي صح كده؟ طيب والادرس بيرجع فين؟ بيرجع يتخزن عندي في البيونتر بتاعي طيب ينفع برضو الvar ده متخزن عندي في الريم صح؟ فينفع اجيب الادرس بتاعه بجيب الادرس ازاي؟ ممكن اجيب الادرس كده؟ نقول ابسليوت واسم ايه؟ اسم البيونتر بتاعي تمام؟ وبخزن الادرس ده فين؟ في البيونتر اللي هو البيونتر ده فينفع تقول كده عشان ترجع الادرس بتاع الvar خلاص طيب هنا نفس القصة لو تتكلم على الري فانت بتقول new t of n لسا يلينها من شوية new t of n طيب برضو نينفع ان انا اقول ادرس اف الvar زي ما قلنا من شوية ينفع اجيب الادرس بتاع الري باستخدام ابسليوت خلاص بالشكل ده ادرس اف الvar عشان يجيب الادرس بتاع اول مساحة التخزينية المكان ده تمام؟ وينفع اقول اسم الري زي ما قلنا من شوية برضو ينفع اقول اسم الري لما تقول اسم الري لكنك بترجع الادرس بتاع اول عنصر في الري خلاص طيب فده كده ببساطة الفيديو بتاع النهاردة اللي اتكلمنا فيه عن يعني ايه ديناميك ديناميك اري وخلنا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي نتكلم مع بعض على الديناميك اري اوبريشن وهنتكلم بالتفصيل على الديناميك اري وهنكتب الكود بتاعها موسيقى